تجد العلماء المتزاهلين والمتفائلين والمنحازين لوجود حياة عاقلة في الكون يعتمدون معادلة فرانك دريك وتجد العلماء المتشائمين أيضاً يعتمدون معادلة فرانك دريك كل ما يعتمدها تخدموا الذي ينكر تخدموا الذي يثبت تخدموا حسب توجه نعود إذن إلى معادلة فرانك دريك ذكرنا أنها تحتوي على سبعة حدود على سبعة حدود الحد الأول نسبة أو عدد تكون النجوم في المجرة نقول عدد النجوم وقلنا هذا الحد أصبح تقريباً معلوماً ثلاثمائة سيكستيليون الثاني نسبة النجوم التي لها نظم كوكبية كواكب تطور حولها توابع لها وأيضاً هذا الحد تقريباً أجيب عنه لدينا الآن في الكون كما قلنا كم ثلاثمائة سيكستيليون نجم ثلاثمائة سيكستيليون نجم طيب كديش كواكب تابعة زي ما قلنا كل ستة نجوم يوجد نجم له كواكب تابعة أو كب أو أكثر في 2015 2015 بعدين في 2017 تم الاكتشاف وإذا هو نجم قزم صغير يبعد تقريباً أربعين سنة ضوئية فقط أربعين سنة يعني دخل مجرة مجرة مائة ألف سنة هو أربعين أربعين سنة ضوئية في المجرة لكن مسافة هائلة الشمس ثلاث دقائق هذا أربعين سنة في المجرة وهذا نجم قزم أيها الأخوة تدور حوله سبعة كواكب سبعة في 2015 اكتشفوا تقريباً أربعة في 2017 تم اكتشاف الثلاثة البواقي فصار نظام زي نظام المجموعة الشمسية سبحان الله سبعة كواكب تدور حول هذا النجم وهو نجم قزم شديد البرودة ليس معنا تفكرونه يعني ثلج هو نجم في الأخير لكن حرارته إذا ما قيزت أيب النجوم مثل شمس هنا ومثل المستعرات العظمى هذه يعتبر شديد البرودة أقول لك هكذا يقول للعلماء شديد البرودة لكن هو نجم نار وصغير لكن الكواكب السبعة تدور في مدارات قريبة جداً منه قريبة ولذلك القرب عوضها ماذا؟ عوضها عن إيه؟ عن الحرارة فلذلك تتمتع بحرارة جيدة الكواكب هذه فيها حرارة جيدة فهذا النظام الكوكبي مرشح أن يكون فيه حياة مرشح أن يكون فيه حياة طبعاً خارج المجموعة الشمسية أكيد خارج المجموعة الشمسية إكسو بلانيتس كل كواكب خارجي يسمونها إكسو بلانيتس فإذا عدد النجوم معروف اللي لها كواكب معروف عدد الكواكب الآن زي ما قلنا اللي صالحة ممكن تكون صالحة للحياة في الكون قال لك سبعين كوينتليين قررة ثانية نقولها سبعين كوينتليين ما قلنا لكوينتلي هذا عشرة أستمنطعش عدد مخيف إذا هذا الحد أيضاً تم الجواب عنه تم الجواب عنه بعدين كم نسبة الكواكب ضمن هذه الكواكب اللي ممكن تستضيف الحياة تستضيف الحياة هذا سؤال بدنا نجواب عنه أربعة كم نسبة الكواكب التي استضافت الحياة بالفعل دعمت حياة ذكية خمسة كم نسبة الكواكب التي استضافت حياة ونمت حياة ذكية طورت تقنيات عالية تواصلية بحيث يمكنها أن تتواصل مع الحضارات الأخرى في المجرة أو خارج المجرة ربع حسب التطور ونحن نتلم عن مقياس كارداشيف الروسي كم النسبة هذا كمان مهم في عنا حد نهائي مهم جدا وهو ماذا طول مدة هذه الحضارة يعني عن البقاء كم تبقى طبعا لأن الكون عمره 13.7 مليار سنة فممكن وجد حضارات كثيرة جدا بالملايين إذا ليس بالملايين لكن قبل كم ثمانية مليار سنة وبدأت وانتهت خلاص ممكن قبل مليار سنة ستقول يا قريب لا ما قريب متى ظهرنا نحن نحن نوع شديد شديد يعني الحداثة اختار جداد جداد جدا جدا طفل نحن أطفال الكون نحن ما زلنا أطفال نحب لماذا تقريبا الرقم المشهور في علم يعني الأحياء التطوري أن الإنسان حوالي 300 ألف سنة الإنسان العاقل العاقل هومو سيبيانس سيبيانس لأنه نياندر تال هومو هذا هو برضو هومو سيبيانس بس هومو سيبيانس نقطة نياندر تالنس نحن هومو سيبيانس سيبيانس إنسان العاقل العاقل نحن تقريبا عمره 300 ألف سنة يعني مبارح كارل سيبيان في برنامجه المشهور جدا كوز موصول لترجم طبعا هي اللي ألفه في الأخير أفرغه في شكل كتاب من أبدع الكتب في هذا المجال ما قال قال لو ضغطنا عمر الكون ضغطنا 14 مليون تقريبا إلا متين مليون سنة فجعلنا بمثابة سنة واحدة تقريبا 14 ألف مليون سنة دعناها سنة واحدة متى يكون ظهر الإنسان في السنة عندنا 12 شهر كل شهر في 30 يوم متى قال يكون الإنسان ظهر في آخر شهر أكيد طبعا في ديسمبر طيب وبعدين قال في اليوم الأخير من ديسمبر 31 يعني ديسمبر وفي الساعة الأخيرة من ديسمبر وفي الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة نحن في الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة من اليوم الأخير من آخر شهر في السنة ظهر الإنسان لا إله ستقول لي هذا تنقض مع الدين وسخر لكم لا لا تنقض توافق تماما لأن ما معنى سخر لكم أعدى لكم وهيئ لكم للارتفاق أنت حين تستقبل ضيفا بعد ما تستقبل تبدأ تهيئ أو تكون مهيئ من الأول بما فيه مرسم الاستقبال حتى كمان صحي والاحتفال تكون مهيئ كل شيء وما يقلو المبيت والغداء والعشاء وكل ما يتعلق دوله أهلاً وسهلاً تفضل وهيك نحن ضيوف هذا الكون وجدنا وجدنا كل شيء مهيئ سبحان الله كل شيء مهيئ سابق وجدنا في آخر لحظة في آخر فاصلة زمنية التي تذكر فممكن في حضارات توفرت ووفرت كل الشروط المذكورة في معادلة الدريق لكن ماذا بادت عشان كثير من الأخير مدة بقاء هذه الحضارة كم عاشت أو تعيش وهي ما زالت حضارة قادر على التواصل ترسل وتستقبل كم هذا مهم فتشوف آخر آخر أربعة حدود تقريبا لا يوجد جواب عليهم ليس محددات قال لك بالمرة ليس محددات ولذلك تجد العلماء المتساهلين والمتفائلين والمنحازين لوجود حياة عاقلة في الكون يعتمدون معادلة فرانك دريك وتجد العلماء المتشائمين الذين يرون أنه احتمال وجود حياة خارج الأرض قليل جدا 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 أيضا يعتمدون معادلة الدريك كله بحسب ما لا يتوفر من معطيات المشكلة آخر أربعة أربعة حدود ليس مجابعة عنها هذه المشكلة فأنت تضع معادلة لكن تعال بعدين هل لديك بيانات كافية معطيات كافية لا لديك فبتظلك الآن في مرحلة ضبابية شديدة التي يبهام والغموض عشان الكل يعتمد المعادلة هذه معادلة الكل يعتمد ها تخدم الذي ينكر تخدم الذي يثبت تخدم حسب توجهه واضح يا إخواني هذا مهم حسنا